في المطاعم والمخابز ومحال الخضار وغيرها من الأنشطة التجارية تشكل العمالة الوافدة نسبة كبيرة في طبرق وسط مطالبات بتجديد الإجراءات حفاظا على صحة المواطنين هنا يكثف الحرس البلدي طبرق من جولاته المتكررة على محال التجارية للتأكد من سلامة الإجراءات خاصة المتعلقة بالشهادات الصحية بالنسبة لأعمال الوافدة تتقدر بالـ 70-80% ولها علاقة مباشرة في التعاملات مع المواطن الليبي وهي الأنشطة التجارية للحياة اليومية للمواطن الليبي وشددنا عليهم الضغط أننا كجهاز حرس بلدي استخراجها تشهاد صحية لحماية لصحة المواطن وصحة الجميع من في هذه المدينة تسجيل أكثر من 35 إصابة بالأمراض المعدية في طبرق خلال شهر واحد فقط يعتبر رقما مرعبا وفق مراقبينه في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة ما دعا الحرس البلدية إلى جعل استخراج الشهادات الصحية مقتصرا على المختبر المرجعي في المدينة دون غيرها خطورة أن تدخل هذه العمالة دون إجراءات صحية تنعكس علينا كمجتمع ككل لأن الوافد قد لا يعلم أيضا بإصابته بمرض قد يكون معدي ويؤثر بذلك على صحة من يتعامل معه من المواطنين يحاول الحرس البلدي جاهدا الحفاظ على صحة المواطن بتبرق في ظل تزايد أعداد العمالة سواء بشكل قانوني أو غيره أو مارستها للأنشطة التجارية خاصة تلك التي تلامس المواطن بالدرجة الأولى واستتزايد تضفقات الهجرة بالبلاد